السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم دريري فيديو جديد نتمنى دريري تكونوا كاملين على خير وخير في هذا الفيديو ان شاء الله اجبت لكم واحد طريقة اخرى فيها طريقة بسيطة جدا كيفية تحمل السطوريات او المقاطع او الفيديوهات اللي يكونوا السطوري ديال الواتساب بطريقة بسيطة وبدون برامج حيث كان الطريقة كتحمل تطبيقات او برامج من بلاي ستور ويمكن اللي كتحمل بهم السطوري ديال الواتساب انا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله اصلاح لكم طريقة بدون برامج عا تحمل السطوري او الفيديو السطوري ديال الواتساب بدون تطبيقات وبدون برامج وبطريقة بسيطة فقط من اعدادات الهاتف مهم تبعوا الشرح ومهم اللي مازال ما تابوني تابونه معنا وشي تعليق محافز لنا وشي لايك للفيديو وخلينو نبدو مهم اول حاجة الدراري كندخلوا يعني مباشرة للواتساب كيف ما كتشفوا هذا هو الواتساب ديالنو كاختروا هنا يعني يعني اه شي مقطع من مقطع اللي في السطوري كيف ما كتشوف هذه الحالة ديالي سطوري نزلين هجوج فيديوهات متعلا عن خطروا هاد الفيديو هاد متعلا نخلينا نقصم الصوت متعلا نخطروا هاد سطوري هاد الفيديو هاد متعلا هندخلو له ونتفرجو فيه نخلي واحدة ثالي يعني هندشاهدو هاد سطوري هاد ونخلي واحدة ثالي اعد نخرجو كيف ما كتشوفو عند تبعوا السطوري او هاد الفيديو هادا في السطوري حتى يوصل النهاية عندما يوصل النهاية عادي نخرجو من الواتساب هادي تخرجو من الواتساب مباشرة وغادي تمشيو الميليفات الميليفات اللي عندك في الهاتف كيف ما كتشوفو هادي هادي الميليفات الميليفات هندخلو لبات الشكل هادا مهم تبعوا الشرح باش تفاهموا كتخطروا يعني كتضغطوا كل ميليفات كتضغطوا واحدة تخزين للهاتف كنجيو لهنا لهذا البحث هنا كتكتب واتساب كتكتب واتساب كتطع لك الميليف ديال الواتساب فيما كتشوفو هذا في الاسفل كنضغطوا لبات الشكل هادا وخدخلو له كمشيوا الميديا كفما كاتشوفو كيف مما كتشوفو هنا كتطلع coronon الميليفات او ligeفاست الدوسة ديال الواتساب المهم هنا ما كيطلع ماذا يعني دك استاتي ديالنا يعني حالة اللي في الحالت Or يعني سيدي الستاتي هادي رجعو كيف ما كتشوفوا اللي ما طلع له شي سيدي الستاتي ديال القصص هاترجع هنا من الفوق من الاعلى من هنا يا. هاتخروج هاتخروج حتى يظهر لك النقاط في الاعلى. غدير رجعوا كيفما كتشوفو بتشكل هذا. ونزيد ونرجع من بعد. كي دروا لك هاتلات النقاط اللي هنا في لاعلى. كتضغط عليهم بتشكل هذا. وكتضغط على اظهار هذي الملفات هنا. كتضغط على اظهار. وهنا كتظهر إظهار ملفات المخفية بتشكيل هذا بعد ذلك الرجعو يمكنك كتبوه هنا في البحث الواتساب يعني الواتساب كتطلعنا الواتساب كندخلوه كما في الأول كندخلوه لباتشكيل هذا التوصي مهم هنا كندشوفو كان هنا كندشو الميديا كيف قلنا الميديا كيف كتشوفو هنا يعني إذا بطلعنا التوصي ديالستاطي يعني ديال القيصاتية هذه كندخلوه لباتشكيل هذا كيف ما كتشوفو دابا كيطلعنا الفيديوات يعني ديال الواتساب يعني السطاتي اللي في الواتساب كيف ما كتشوفو وهذا اللي طلعنا في السطاتي في الواتساب وهذا كيف ما كتشوفو يعني هو هذا الفيديو اللي طلعنا في القصص الواتساب كيف ما كتشوفو يعني بطريقة بسيطة فقط من إعدادة الهاتف ومن الدوصيات يعني مهنة اضغط على باتشكل هذا وكتبع نقل او نسخ مثلا نمشي لشي دوسي اخر مثلا من غير الواتساب باش ما يحضفو شي السياد اللي نزلو في القصص كترجع باتشكل هذا كترجع كترجع ويم كتختار شي دوسي اخر مثلا انا اخترو مثلا اخترو دولوند هنا ونضيرو مهم اخترت اي دوسي مثلا المهم نقلو لشي دوسي اخر وصافي وهكي داعي كل فيديو تحفظ عندك بطريقة بسيطة وبعد من اللي تسالي من اللي تسالي صافي هذه الطريقة تسمى كتحمل الفيديو بطريقة بسيطة وبدون انك تمشي البلاي ستور وانك تحمل تطبيق ديالي كيحمل السطاطية لا انا مريدكم طريقة كيفاش فقط تبع هذا الشرح هذا من طريقة بسيطة جدا بدون برامج وبدون تطبيقات يمكنك تحمل الفيديوات او المقاطع في الواتساب طريقة بسيطة المهم اللي عجبو الشرح وعجبو الفيديو وما ينسى نشحض اللايك شي اابوني اللي ما زال ما تابونه معنا يدر اشتراك وشي تعليق محفز لنا واللي ما فهمش يكتب لي في التعليق وما تنسى نضموا لصفحة ديالنا عبر الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى